ترفض أن يقال عنها أنها صاحبة إعاقة لأنها ببساطة أقوى من نفسها وأقدر على تخطي العقبات فهي قادرة على إحالة أحلامها إلى واقع هي إيمان بو صلاح أو أو صلاح صاحبة تحدي قصر القامة التي حذفت المستحيل من قاموسها فلنتابع من منزلها القابع في قرية بيت جن المتربعة فوق جبال الجليل الأعلى في الداخل الفلسطيني المحتل استقبلتنا إيمان أبو صلاح بابتسامة عريضة تشهد على حبها للحياة وشغفها اللامتناهي الذي انعكس على حياتها فملأتها إيجابية وانطلاقا تقول إيمان أنها الأجمل والأطول رغم طولها الذي يبلغ متراً وواحداً وعشرين وضحكت كثيراً تمتلك إيمان ذات الواحد والأربعين ربيعاً والتي تعاني من قصر القامة مجموعة من القدرات والمواهب والرغبات والاهتمامات جسدت إرادتها الاستثنائية المجتمع بفكر أني بقدرش أعمل كثير أمور من هاي الأمور السواقة بقدرش أطول كثير بفكروني بقدرش أعمل سباقات سيارات أكثر بقولوا بقدرش ملان ملان بقدرش أتعلم بقدرش أتأقلم في الجامعة بقدرش يكون عندي صحاب صحاب حقيقيين طوال عادة أنه أنت هيك أنه بتكون أنت محطوطة في دائرة معينة تتحل إيمان بثقة عالية تجعلها تتعامل مع نفسها وأحلامها بطريقة مختلفة لربما عما اعتاد عليه المجتمع العربي لسيما فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فكلما واجهت إيمان تحدي ما خاضته بكل قوتها وعنفوانها فدرست علم النفس وفنون المكياج واقتحمت عالم التجارة وافتتحت مشروعها الخاص درس أب والذي تقف من ورائه قصتها وتدرس حالياً موضوع العلاج عن طريق اللباس كنت أحلم أني ألبس فستان عرص فستان أبيض ما كانش يلبق لي أول إشي ألبس فستان من بعد كثير تجارب فشلت كنت أسطح أطلع فستان لأنه بشع علي وأنا شخصياً دايماً بحب أطلع في صورة حلوة قدام المجتمع عشاني أولاً وعشان أنه بنفعش لأنه مش مليم لي لما كبرت وتعلمت وصرت مثقفة أكثر وعي أكثر للأمور اللي عم بتصير حولي صرت كل فستان أحب أنا ألبسه ألبسه لغيري بس أنا بكون كثير 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 مبسوطة لما صبيت لبسه بحس كأنه أنا لبسته لا تعرف إيمان طعماً للمستحيلة أهدافها واضحة ومختارة بعناية ولا تسمح لنفسها إلا أن تتحدى نفسها لتوصل رسالتها الإنسانية لمن فقدوا إنسانيتهم من بيت جنف الجليل الأعلى في الداخل الفلسطيني المحتل روزين عودي رؤيا